انا جبتلكوا الخبر اهو اللي الاهلي كان رفع قضية على اتحاد الكورة سنة 2019 عشان خاطر بيعترض على اه ان اتحاد الكورة محددش موعيد الماتشات اللي باقية في الدوري المصري مسم 18-19 اهو بص الخبر اهو من اليوم السابع ده كان بسمي لنا محمد مراد بتاريخ 24 اكتوبر 2019 النازل الساعة 9 و 16 دقيقة مساء تغريم اتحاد الكورة السابق 150 الف جنيه ده كان بتاع المهون سنة بريدة بقى السابق ده كان جات اللجنة بتاعة عمر الجنين 150 الف جنيه بسبب اعتراض الاهلي على مواعيد المباريات اصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري حكما بتغريم اتحاد الكورة 150 الف جنيه لصالح النادي الاهلي في القضية التي رفعها الاخير بسبب امتناع اتحاد الكورة عن تحديد مواعيد المباريات المتبقية من الدوري المصري لكورة القدم للموسم الكوروي 18-19 قبل 30-6-2019 وعدم انهاء المسابعة في زرق التوقيت واوضح الحكم الذي اصدره مركز التسوية اليوم الخميس ان مبلغ 150 الف جنيه تكتعود للنادي الاهلي عن كافة الاضرار المادية والادبية التي رحقت بالنادي كما الزم مركز التسوية اتحاد الكورة بالمصروفات واطعاب المحاماة وجاء في منطق الحكم ان الاهلي فوجئه بعد ارسال جدول المسابعة المشارئة للمتضمن مواعيد 16 اسبوع من المسابعة بسيل من المكاتبات من الاتحاد تتضمن تأجيلات لعدد كبير من المباريات هيشوف ترى الكلمة شهد ده فين ده حيثيات الحكم بتتكلم عن الاحداث اليومية عندنا في الكورة المصرية قد الاهلي خد حكم بتعويض قبل كده بسبب تأجيل المباريات والله العظيم بص يعني في حاجات دي في حاجات الواحد بيشوفها ما بيصدقش انها موجود والله العظيم اقسم بالله للأسف يعني